القدس تيفي عيش الخبر أينما كن بأسلوب يعتمد خيالا وسردا وشخصية عايشت العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008 كتبت رواية ليل غزة الفسفوري للمؤلف الفلسطيني وليد الهودلي هذه الرواية رواية ذاهبة بالمضمون إلى حد انتصاره بمعنى تريد أن تكشف عن السياق الحقيقي لشعبنا الفلسطيني في غزة في أعقاب الحرب التي شنت عليه العام 2008-2009 والتي استطاع من خلالها بطل الرواية أن يؤكد انتصار شعب غزة ومقاومة غزة على هذا الاحتلال وبالتالي هذه كتابة انتصار الرواية التي ناقشها بيت المقدس للأدب واتحاد الكتاب الفلسطينيين بالتعاون مع مكتبة البيرة أوضحت السرد القصصي المستند لأدب المقاومة ما يسمي في حينه بالرصاص المصبوب على غزة 2008-2009 وهي عبارة عن محاولة لرصد هذه الأحداث ساعة بساعة يوما بيوم ثم نسج حكاية أو قصة داخل هذه الأحداث عبارة عن البعد الإنساني في الرواية هي غزة المستهدفة دوما والتي لا يستطيع العدوان أن يغيب عنها طويلا تروي أيام معاناتها وتلخص النصر في رواياتها تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر